موسيقى فنيا من دائما محطوط في واحد كروس رود في واحد نقطة تقاطع صعيبة إذا ما كانش داكاء كبير وخلق ديال الصناعة الموسيقية يرى ما عمر الموسيقى المغربية ما غا تعرف إشعاء دولي زي سبب بسيط لأن إذا بقينا دائما كن نشترو الفولكلور سامخشبا إذا بقينا دائما كنقلبو على أننا نشبهو الشرق أو للغرب ما غاديش تفيد تهيا فخاصة هاداك اللوجيني هاداك الفكرة ديال أننا نردو من ثقافتنا ومن الرسم ديالنا شي حاجة إكسبوغ طابلو اللي أن الناس يتأترو بها والناس يوالي ويقلدوها وكنضن بأنها ممكينة جدا لأن المغرب معروف بزاف ديالي استيل الموسيقى بالفعل من جناول لأندلوسي مرورا على الشعبين مرورا على الرقادة مرورا على الموسيقى اللي كينا في منطقة الريف اللي هي أكوستيكة شبه الموسيقى اللي كينا في لاغغرس إلى آخراه كان عندنا العجب المتعجيب خصغير كيف نعرفه كيفاش أننا نوضفوه ونردوه عالمي فأنا كان ضن بأن سعد المجرد قدار يدرش حاجة اللي مقدار يدرع تشي واحد فأنه يجعل الموسيقى المغربية إكسبوغ طابل هو فعلا خدا ديزالي مو من الموسيقى العربية واللي كنت كنت مشا فيها شوية ديك كود دي الموسيقى الخليجية ولكن هو الوحيد اللي يقدر يوصل ريس مغربي بحال أنه ماشي سهل مثلا للعالمية وكن ضن بأن كل شيء يجب أن يأخذ هذا المنهج هذا ولكن في السيلات مختلفة في البوب في الغاك لأنه لا يجب أن ننسوا بأننا نحن أقرب الأوروبا والأمريكا والإفريقيا كل الخليج أو لهذا فكن ضن غير خصوص شوية الاشتغال شوية الدكاء ونبقوش كنقلب وغر على السهلة اللي ستعجب الناس الناس كنت ناول جديد وذكين الناس خصنا نحصرمو ذاكاءهم نعطوهم ذاك شي شوين وهكا غاد يقدرونون نردون موسيقىنا عالميا إن شاء الله الوشاهد النظاري أسباب ديال علاش الموسيقى ديالنا كتبقي محصورة في تاغيتواق ديالنا ، ألي سبب السيط لسبب كاندون عندوا علاقة باللغة لأن اللهجة ديالنوى لكنه خدب اللهجة واللهس كتفهم دي بلس ان بلس ومن جهة اخرى عدم وجود صيناعة موسيقية بشكل تام ما عندنا صيناعة موسيقية في المغرب حيث الصيناعة الموسيقية اللي كتخلي التوزيع موسيقية التوزيع ديال البرودو يكون كتصيب طريقة مضبوطة الى اخير فعننا مشاكل في التوزيع كل فنان مليكة بشي تسولو كتلقا باناكي يخدم لراسو او كيددلوتو بخود ما عندناش دي كوليكتيف اختيستيك ما عندناش ما عندناش واحدة الخدمات ديال الصناعة الموسيقية هايدي من جهة ومن جهة اخرى حتى الاختيارات الموسيقية فبزاف ديالنس ما غيسمعوش الاغنية المغربية حيث كيلقاوها بحالكة تشبه الاغنية بلادهم في الكويت ولا في البحرين ولا في السعودية غير هي بلغة واحدة اخرى طبعا غادي يفضل اغنية ديالو خسنان خلقه واحد الحاجة اللي هي ديالنا واللي تكون سوتنو واللي تكون التوزيع دياله ممتاز واللي نقدرون نكون نخدمو فيه واحد نوع ديال الدكاء باش تجدب باش تجدب الجمهور العربي مشي اننا نحاولو نديرو بحالهم وغير حنا كان هضروب الدريجة سمخش با ما كندنش عنها ديالطريقة ساعد عرف يديرها حيث كان له سول ولكن ها هو اليوم بدك يبدلها حيث فهم بانا ماشي سمخش ولكن ماشي دكشي اللي خصوية قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا فلاشان يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جام